كما قلت لي وكنا يبعد يوم الخميس أحياناً أوصل أستاذ توفيق الحكيم بعربيتي لأنه فروزة روزة على قدها ما نعرفش نجي من ورها عربي الأهرام كان ينفع الأهرام كان ينفع فده برضو كان من وعلى فكرة هقول لك يوسف أنا ما زلت بفتقد هؤلاء الناس المستوى الشخصي يعني سايبين فراغ لدى الأستاذ فروزة فراغ إنساني فراغ جواي أنا شخصياً وكنت بحس بوجودهم أن دولاً مظلل لنا كلنا وكنت بحس كمان أن أنا بنتمي لهؤلاء الناس أنا كوطن أن أنا عندي هذه القمان طبعاً أن أنا عندي هذه الأسماع فلما كنت بقدم نفسي جنبه يعني هقول لك حاجة أنا عملت الصفحة السخافية سنة 78 أعدت شهر كامل ما كتبتش فيها اسم كله الكتاب الكبار قدمتهم وبعدين على استحياء بدأت أعمل بوكس صغير لي تحت كده أحط عليه اسمي وكنت بعتقد أن أنا البوكس الصغير ده ودول المضللين علي بيديني إحساس أولاً بالقيم قوي وبالأمن قوي وبشيء إحنا بنعتز به إن مصر هي مصر ترجمة نانسي قنقر